النهاردة عيد ميلاد كابتن محمد الشناوي قائد فريق النادي الاهلي حابين نقوله كل سنة وانت طيب يا شناوي كل سنة وانت طيب يا شناوي وفي صورة كده يا جماعة ممكن نعرضها للشناوي لأن الشناوي مختلف الشناوي بالنسبة لي حالة الشناوي بالنسبة لي قائد الشناوي بالنسبة لي بيكمل مسيرة كابتن سابت البطل الشناوي بالنسبة لي لاعب جاء في وقت كان جمهور النادي الاهلي محتاجه البعض شكت فيه وكان بقوله على حراس أفضل منه ولكن الشناوي أثبت أن الحارس اللي كان محتاجه فعلا النادي الاهلي في اللحظات دي من تاريخه عشان يتوج ببطلتين دور الأبطال وعشان يكون رجل مباراة بالمراس الشهيرة وعشان يشيل منتخب المصر الأول وعشان يشيل المنتخب الأولمبي وعشان في كل لحظة يبقى ليه دور مهم دي الشناوي وهو الصورة اللي انتو بتشوفوها كان في 2008 الشناوي الصغير اللي خرج من نادي الاهلي عشان لحظة كان نفسه حق فيها حلم ما اكتملش ولكن الإصرار الشناوي اللي بنشوفه بعد كده معانا صورة تانية مهمة لان الشناوي فضل ورا حلمه لحد ما رجع النادي الاهلي في 2016 وفي 2016 بعد ما رجع النادي الاهلي وتحديدا في 26 يونيو 2017 الصورة اللي انتو شايفينها دي كابتن سعد سمير بعد خروج حسام غالي بيلبس كابتن محمد الشناوي شارت قيادة الفريق لأول مرة في 26 يونيو 2017 وبتبتدي مسيرة القيادة الفنية ومسيرة الشخصية الاستثنائية الشناوي يمتلك شخصية استثنائية عروض بتيجي الشناوي بيتحط في اختبارات دايما الاهلي اولا لان اللي اتحرم سبع سنين من الاهلي عرف كويس قوي يعني ايه نعمة النادي الاهلي وان الجنيه في النادي الاهلي فعلا بعشرة بالتأكيد بس مش كل اللي اتحرم من النادي الاهلي لفترة عرف ايمة النادي الاهلي لان البعض بيتم او بيحترف وبيرجع النادي الاهلي وللأسف بيعدي دون ان يعي جيدا قيمة النادي الاهلي لكن الشناوي اللي كان بيحلم يرجع النادي الاهلي اكيد عارف يعني ايه قيمة النادي الاهلي وانا تحديدا راهنت على محمد الشناوي ويمكن الناس انتقاريتني ببعض لوقات حد يراهن على مستقبل حد دي صعبة فعلا صعب أنك تراهن على تصرفات لاعب في المستقبل ممكن تراهن على مضيه تراهن على حاضره لكن المستقبل دي صعبة جدا خاصة في الأوقات اللي احنا شفنا فيها أن بعض اللاعبين كان الانتماء للست صفار اللي في البنك أهم بكتير من الانتماء للنادي الأهلي ولكن كابتن محمد الشيناوي أنا رهنت عليه لأنه بالفعل عدى باختبارات كتير جدا كان فيها الانتماء عنده رقم واحد كابتن محمد الشيناوي اللي أنا فاكر اللقطة كويس قوي وقت خروجه من النادي الأهلي بسبب مباراة كانت بين مباراة الأهلي وإنبي الشهيرة كان مانويل جوزيه أو مستر مانويل جوزيه هو القائد وكان خلاص خدنا الدوري وإذا بالكابتن أنور سلامة بيشاور اللاعب إنبي ودي استفزق جدا مستر مانويل جوزيه دلوقتي الشيناوي في مكانه أعتقد التاريخ دايما هيتكلم عن محمد الشيناوي الشاب الناشئ اللي خرج في وقت ما كان النادي الأهلي بيلعب مباراة تحصيل حاصل وكان البعض بيفتخر بانتصار من وجهة نظري أصبح لا معنى له وأصبح المعنى الآن هو محمد الشيناوي اللي الظروف خدمتنا كنادي أهلي أنه يصبح قائد النادي الأهلي قبل تحقيق البطولة التسعة الغالية بعد غياب ويمكن حضراتكم هتتذكروا جيدا أنا هنا كنت بقول لعله تكون بطولة المخلصين وكانت بطولة المخلصين والأميرة الأفريقية بحثت عن قائد للنادي الأهلي عشان تقوله أو تتوج بيها مجهوده فكان البحث ده نتيجته محمد الشيناوي مزيد من البطولات إن شاء الله وكل سنة وأنت طيب يا شيناوي البطولة استنت فعلا المخلصين استنت اللي بعقلية النادي الأهلي وشبه النادي الأهلي وبأهداف النادي الأهلي واقتران اسم كابتن محمد الشيناوي بكابتن سابت البطل شيء صعب جدا وهو أمر لو تعلمون عظيم أتمنى أنه فعلا يفضل يستحق ده وهو إن شاء الله أدى بطولات الشيناوي لو استعرضناها مع النادي الأهلي 12 بطولة 5 بطولة دوري مصري 2 كاس مصر 2 سوبر مصري دوري أبطال إفريقيا 2 وسوبر إفريقيا 1 يارب 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 يوم الأربع يبقى بطلتين إن شاء الله وكمان مع برونزية كأس العالم الأندية بدور مؤثر جدا طبعا هي مش بطولة ولكن إنجاز بيحسب لإنجازات محمد الشيناوي أو كابتن محمد الشيناوي